بسم الله الرحمن الرحيم معاكم الدكتور أحمد وحلقة جديدة من شرح كورس الكارديوفاسكولار سيستم وهنتكلم النهاردة عن الرينين أنجيوتينسين ألدستيرون سيستم ربنا سبحانه وتعالى خلق في جسمنا السيستم ده علشان يخلي ضغط الدم ثابت اللي هو 120-80 ضغط الدم ده مناسب جدا علشان يوصل الدم للخلايا علشان تتغزة في حالة ان الضغط بيقل عن 120-80 السيستم ده بيبدأ يشتغل علشان يرفع لي الضغط بيبدأ ازاي؟ او بمعنى اصح الجسم منين بيعرف ان الضغط قل من الطبيعي ان الدم بيمشي في الاوعية الدموية وبيوصل للكلية علشان يحصل له تصفية وطبعا اللي بيعمل وظيفة التصفية في الكلية النفرون وده الوحدة الوظيفية للكلية فالدم بيدخل عن طريق الأفرنت أرتيريولز وبيخرج عن طريق الإيفرنت أرتيريولز المنطقة دي فيها خلايا اسمها جيكستا جروميلر سيل معلومة كده على السريع كلمة جيكستا يعني مجورة فلما نقول جيكستا جروميلر سيل يعني بنقصد الخلايا المجورة للجروميلر طيب ايه بقى وظيفة الجيكستا جروميلر سيل؟ زي ما شايفين في الفيديو اللي قدامنا الدم داخل من الأفرنت أرتيريولز وعند المدخل موجود الجيكستا جروميلر سيل وبيخرج الدم من الإيفرنت أرتيريولز طول ما الضغط طبيعي الخلايا دي مش بتعمل حاجة لكن اول ما الضغط بيقل الخلايا بتعمل زي تنبيه او انذار وبتبدأ فيه إفراز هرمون الرنين في الدم كده اول هرمون عندنا اسمه ايه؟ اسمه الرنين وعرفنا انه نطالع من الجيكستا جروميلر سيل في حالة انخفاض ضغط الدم الرنين بيدور على هرمون اسمه الانجيو تنسينوجين هنعرف بيدور عليه ليه؟ بس نقول الاول كم معلومة عن الانجيو تنسينوجين الهرمون ده بتفرز طبيعي من الليفر الكبد وبيكون بصورة ان اكتف غير فعالة عرفنا منين انه غير فعال؟ معظم المركبات الكيميائية اللي اخرها او جين او قبلها برو بتبقى غير فعالة نرجع بقى الموضوعنا ايه علاقة الرنين بالانجيو تنسينوجين الرنين هو اللي بيحول الانجيو تنسينوجين من الصورة الغير فعالة للصورة الفعالة وبقى اسمه انجيو تنسين وان كده الرنين وظفته انه حولي الانجيو تنسينوجين من صورته الغير فعالة لصورته الفعالة وبكده انتهت وظفته معنا الانجوتينسن 1 بيكون ضعيف نسبيا انه يرفع ضغط الدم فبيمشي في الدم ويوصل للقلب ويطلع من القلب يروح للرقة يقابل في وشه الACE اللي هو الانجوتينسن كونفيرتينج إنزيم يعني الانزيم اللي بيحول الانجوتينسن 1 لانجوتينسن 2 كده تاني هرمون معانا اسمه الانجوتينسينو ينج وده بيخرج من اللفر الكبد وبيكون بصورة غير فعالة والرينن هو اللي بيفعله وبيحوله الانجوتينسن 1 لكن بيكون ضعيف فالـ ACE اللي هو الـ Angiotensin Converting Enzyme اللي هو موجود في اللنج الرئة بيحوله الـ Angiotensin 2 إيه بقى وظيفة الـ Angiotensin 2؟ أول حاجة بيعمل Vasoconstruction إنكباض للأواعيات الدموية وطبعا زي ما احنا عارفين إن كل ما يحصل إنكباض أكتر في الأواعيات الدموية كل ما بيرفع ضغط الدم أكتر تاني وظيفة للـ Angiotensin 2 بيروح للأدرينا الجيلاند ودي غدة موجودة فوق الكلية فالـ Angiotensin 2 بيحفزها إنها تفرز هرمون الـ Angiotensin 2 كده تالت هرمون معانا هو إيه؟ الـ Angiotensin 2 وده تفرز من الأدرينا الجيلاند لما الـ Angiotensin 2 حفزتها هيعمل بقى الـ Angiotensin 2 الـ Angiotensin 2 بيروح للجزء الأخير في النفرون اللي هو الـ Distal Convulated Tube والمكان ده فيه Receptors مستقبلات الـ Angiotensin 2 بيشغل المستقبلات دي أول ما بتشتغل بتسحب الصوديوم وترجعه للدم وترمي البوتاسيوم في اليورين وطبعا زي ما احنا عارفين المية بتحب الصوديوم وبتجري وراه في أي مكان بتروحه فرجوع الصوديوم للدم هيتبعه مية كمان في الدم فده يرفع ضغط الدم نسبيا تالت وظيفة من وظائف الـ Angiotensin 2 إنه يروح للـ Posterior Pty3 Glant اللي موجودة تحت الـ Hypothalamus في منتصف الدماغ الـ Angiotensin 2 بيحفز Posterior Pty3 Glant إنها تطلع هرمون اسمه الـ ADH الـ Antidiuretic هرمون كده رابع هرمون معانا الـ ADH وده خرج من الـ Posterior Pty3 Glant لما الـ Angiotensin 2 حفزتها بيعمل إيه بقى الـ ADH؟ الـ هرمون ده بيروح للمنطقة الأخيرة في النفرون اللي اسمها Collecting Duct فبيخليها تسحب مية وترجعها للدم كده عندنا هرمونين زودوا لنا ضغط الدم عن طريق سحب المية الأول الـ Aldosterone وده رجع صوديوم مع مية والتاني الـ Antidiuretic هرمون رجع مية فقط سريعا كده علشان ما انتهش من بعض إيه هي وظائف الـ Angiotensin 2؟ بيعمل Vasoconstruction انقباض للأوعية الدموية فيرفع ضغط الدم بيحفز الـ Adrenal Gland انها تفرز الـ Aldosterone فيروح على الـ Distal Converated Tube ويسحب مية وصوديوم للدم فيرفع ضغط الدم نسبيا بيحفز الـ Posterior Pty3 Glant انها تطلع الـ ADH اللي هي الـ Antidiuretic هرمون فيروح على الـ Collecting Duct فيسحب مية ويدخلها في الدم فيرفع ضغط الدم كمان في وظيفة أخيرة الـ Angiotensin 2 انه بيحفز الـ Sympathetic Nervous System والـ Adrenaline ودول ليهم دور طبعا في زيادة ضربات القلب ويزود النفس والكلام ده طبعا نستفاد منه جدا في جزء الأدوية إن شاء الله لما ندخل فيها مع بعض السيستم اللي قدامنا ده عرفنا انه بيرفع ضغط الدم فطبيعي لما قولك عاوزين ده ويقلل ضغط الدم لما نجد ندخل إن شاء الله في جزء الفرماكولوجي هتقول لي يبقى إحنا محتاجين نقفل السيستم ده ممكن بقى تقفل السلسلة من أولها لو إحنا قفلنا الـ Renin أو ممكن نقفل عن طريق الـ ACE لو ندي ACE Inhibitor Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor وده زي الكابتن والكابتوبريل أو ممكن ندي حاجة Arabs اللي هي Angiotensin Receptor Plucker ونقفل Angiotensin 2 ولحد هنا خلصت حلقتنا النهاردة ومكمل معاكم إن شاء الله في باقي سلسلة الكارديوفاسكولار سيستم ومعليش بقى طولت عليكم شوية في الحلقة دي كنت عاوزة تبقى أثر من كده بس بصراحة مش حابب أن نختصر قوي ولو عندك إستفسار أو معلومة سبب في تعليقات هرد عليك إن شاء الله